تسأل عن قراءة سورة السجدة والإنسان في فجر يوم الجمعة بعد طبعا قراءة الفاتحة تقول هل هذا خاص بالرجال في المسجد أم أنه عام للرجال والنساء أختي عفيفة بارك الله فيك ثبت أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يقرأ في صلاة فجر يوم الجمعة بسورة السجدة بعد قراءة الفاتحة في الركعة الأولى وبسورة الإنسان بعد قراءة الفاتحة في الركعة الثانية وهذه سنة ثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام والنبي عليه الصلاة والسلام كان يجمع بين النظائر نظائر القرآن ومن جملتها فجر يوم الجمعة وهذا عام سواء لإمام المسجد أو المنفرد أو المرأة في بيتها ولذلك هي سنة ثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام والخطاب الأصل للرجال والنساء الخطاب الشرعي للرجال والنساء إلا ما خصه الدليل وما عندنا دليل يخص الرجال دون النساء ولذلك إذا كنت تحفظين سورة السجدة و سورة الإنسان تقرأينها في فجر يوم الجمعة